مع حضراتكم مرة تانية وليسا مستمرين معاكم في فقراتنا النهاردة الحقيقة انه زي ما كنا بنقول من البداية انه عندنا مشاكل كتير جدا مشاكلنا عملة تكبر مشاكلنا عملة تتفاقم وإحنا بنهرب منها ما بنواجهاش وما بنتكلمش عن حقيقة مشاكلنا من اسمع عن تصريحات في منتهى الجمال سمعنا عن أحلام ما فيش حاجة منها تحققت الميت يوم على وشاكل انتهاء ولسا عندنا مشاكل بل بالعكس ده المشاكل بتزيد المعلمين عندهم مشاكل بيحتاجوا طلبة عندهم مشاكل طلبة الجامعات الأطباء السوائيل أزمة سلار معركة دستور يعني مشاكل كتير جدا احنا مش عارفين بصراحنا رايحين على فين هنتكلم أكتر عن المشهد بشكل عام مع ضفنا الأستاذ يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سباحاً فريقاً سباحاً نوراً أستاذ يسري طبعاً حرارك منتابع أنه فيه إضرابات كتيرة جداً مع بداية العام الدراسي سواء كانت في المدارس أو الجامعات أو النقل العام ولكن الحاصل أنه تم فض اعتصام من الاعتصامات بالقوة تعليق حضرتك إيه؟ في الحقيقة أنا شايف أن فيه ردة على الصورة المصرية بشكل واضح خاصة أن الهدف الأسمى كان للصورة ليس فقط الحرات السياسية ولكن كانت الحرات الاجتماعية والحقوق الشخصية بشكل واضح وصريح والعدالة والعيش بالضبط يعني حتى شعار الصورة نفسه كان يعيش حرية عدالة اجتماعية وده كان الهدف الأسمى للصورة لم يتحقق منه شيء حتى هذه اللحظات أيضاً هناك مشكلة وفجوة لدى النخبة السياسية المصرية ولدى الطبق الحكيم الآن تصريحات نارية فجوة كبيرة جداً بين التصريحات وما يحدث على أرض الواقع تصريحات كلها رنانة توحي بأن هناك خطوات تمت بالفعل وكأن مصر لا يوجد بها مشاكل أيضاً للأسف الشديد إحنا في مصر بنتعامل مع الأزمات بالمسكنات بمعنى أنا زي ما حضرتك تفضلتي لا نكون بحل المشكلة أو مواجهتها أو نشوف بديل لهذه المشكلة ولكن الإسبرينة وصبرنا المسكنات حضرتك شايف أنه إحنا دلوقتي أو اللي حاصل دلوقتي أنه هما بيبصوا للملفات الخارجية ومش بصين جوا مصر فيها إيه؟ ده برضو مشكلة أكبر إحنا لو حدك لاحظنا جوالات الدكتور محمد مرسي لأغلب الدول كلها بتذهب للأسف الشديد للاستقراض بمعنى أننا عاوزين قروض ونقترض وعاوزين فلوس نشغل بها الجهاز الإداري للدولة ولكن كل هذه المسائل للأسف الشديد لن تجدي مع الثورة المصرية لأن في النهاية الأياد المصرية هي لابد أن تكون بعملية البناء خاصة وأغلب هذه القروض هي أيضا في باب المسكنات ولكنها لا تكون بفكرة بناء مصانع أو مشروعات كبيرة تستطيع استعاب الأيدي العاملة وأنا عاوز أفكر حضراتكم هنا بالأيام عبد الناصر أيام عبد الناصر في فكرة القرد والسندوق كان لبناء الساد العلي مشروع استفادت منه الأجيال القادمة ونستفيد منه دلوقتي وتستفاد منه الأجيال في المستقبل حاليا أبقي الدين الخارجي على هذه القروض ستحملها الأجيال القادمة ما هو القيمة المضافة لهذه القروض ما هي القيمة المضافة سواء كانت المادية أو العينية أو المعنوية التي سيجنيها الأجيال القادمة خاصة ونحن ديون كلها سيسددوا الديون كلها الأجيال القادمة بالطبع خاصة وأن للأسف الشديد دايما نأخذ في مصر بنشوف الأطراف المشاكل التي هي بعيدة تماما عن صور بالموضوع يعني زي ما حدثكم تحدثتم في أحد الفقرات السابقة في هذا البرنامج عن الدستور إحنا عاوزين الدستور يكون في حقوق الفلاح وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق بمثل كل أو جميع تواقف الشعب المفهول الدستور حضرتك مبادئ عامة مبادئ عامة دستور الأمريكي وغيرها من الدستير المحترمة هي دستير جمدة لا يوجد في نصوص قانونية أو دستورية تنص على حقوق الفئات معينة ولكنها مبادئ عامة تحمي الحقوق والحريات والتفاصيل بقى حقوق الفلاح والطفل حقوق المرأة كلها في القوانين المكملة الحاجة الثانية لابد أن لا يحدث فجوة ما بين القانون والتنفيذ لأن هذا اللي أدى إلى صورة 25 يناير كان في فجوة كبيرة جدا بين القوانين وبالمناسبة إحنا كان عندنا قوانين صباقة وعندنا قوانين ممتازة ولكنها متضربة مع بعضها البعض ولا تطبق في أحيانا أخرى إحنا محتاجين حضرتك جما ذكر الدكتور محمد مرسي والحرية والعادة محتاجين ننقح القوانين وليس ترسانة قوانين بديدة تؤدي إلى نفس النتائج حدرتك وديتنا الحقيقة النقطة مهمة جدا وهي معركة الدستور معركة الدستور أفتكر أن هي أهم كل الناس دلوقتي وأفتكر أن الحقيقة القائمين على وضع الدستور المصري مركزين في حاجات غريبة شوية يعني أحد أعضاء مثلا آخر حاجة وصلنا لها أن أحد أعضاء الأحزاب السلفية اللي موجودين في تساتيات الدستور كان بيتكلم في أنه البنت تتجوز وهي عندها تسعة سنين مثلا حدرتك شايف ده إزاي وشايف اهتماماتهم بنقعة الحقيقة غريبة جدا بتفسروا إزاي شوف برضو نفس القصة إحنا في مصر ما زلنا بنفكر بالعقلية القديمة حدريك شوف الغرب وشوف الدول العربية والإسلامية الأخرى بتنظر لمصر إزاي مصر أول مقامة المظاهرات ضد الفيلم الموسيق للرسول تحركت كل الدول العربية والإسلامية إحنا في مصر للأسف الشديد متمسكين بنفس الأفكار التقليدية الغير حداثية بالمرة خاصة وإن ربما كان الطفل وعنده تسع سنين في الأزمان الغابرة كان بترجع لأن الطفل ما كانش بتتم تسجيله بالسعودية ما بيجوزوش البنت عندها تسع سنين بالطبع بالطبع فين حقوق الطفل حقوق المرأة حقوق الإنسان المواثقة الدولية كل هذه الأمور أنا عايزة وعلى فكرة ده مش من الإسلام يعني لو بتزرعوا بالإسلام هذا ليس من الإسلام بأي شيء على الإطلاق خاصة وإن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى المرأة وأعطى الطفل حقوق كاملة والشريعة الإسلامية مع فكرة تمكين الطفل حتى يبلغ سن الرجد يعني فبالتالي أي حديث عن أو أي ردة في هذه الحقوق التي قننتها القوانين الوضعية والمواثقة الدولية أنا أعتقد أننا سنستدعي الحروب الخارجية ضد مصر خاصة وأن مثل هذه الأمور هي فصول بحقوق الإنسان وأيها في عقلية صانع القرار الغربي في التعامل مع الدولة المصرية الجديدة أنا بس مستغربة من حاجة مستوقفاني جدا أنه ما شاء الله عندنا عقول مفكرة كتير قوي وعندنا حلول كتير جدا وبرامج كتير قوي ودستير كتير قوي وكل حاجة كتير قوي وبرضه في الآخر بنرجع نسمع حاجات غريبة جدا وما فيش أي تطبيق ولا تفعيل لأي قانون هو فيه إيه لما أنا بقعب مع حد زي حضرتك بيقول لي حلول وبيفكر كويس وبيتكلم كويس أطلقوا ما لقي المشكلة فيه المشكلة حضرتك أن الانتخابات ليست بالضرورة أن تفرز الأفضل مش لازم تفرز الأفضل لكن عايز تفهمني الحكومة دي كلها ما فيهاش حد يصلح أو جهة معينة تصلح أنها تحط قوانين أو تفعلها بشكل كويس واضح؟ تشكيل الجمعية التأسيسية في الفيرجان تو أعتقد أنه هو أيضا مليء بالمشاكل وناس كتير جدا اعترضت على هذا التشكيل خاصة أن تشكيل الجمعية التأسيسية تم بنظام المحصصة تم بنظام الطائفية بمعنى أن الأحزاب اللي كانت مسيطرة على البرلمان لها نفس النسبة اللي كانت موجودة في البرلمان يعني حضرتك لو نظرت للجمعية حد زي الدكتور محمد البرادي لا يوجد في الجمعية الكثير من العقول المصرية المستشارات أهن الجبالي وغيرهم الكثيرين أيضا أنا في الحقيقة لست متخوف من الوثيقة النهائية للدستور ولكن متخوف من طريقة الاستفتاء على الدستور لأن ربما نجد أنفسنا أمام ما حدث في 2011 بمن يقول نعم فمسواه الجنة ونعمها ومن يذهب ويقول لا فمسواه الجحيم وبقص المصير وبالتالي نرجع لنفس المشكلة الأكبر أيضا فكرة الرهان وأنا آسف جدا أقول كلام ده على أن الشعب المصري وصورة أثرت بشكل كبير جدا في الوعي المصري والويرنس أعتقد هذا الكلام فيه مشاكل كثيرة جدا لأن ربما الصورة أدت إلى معرفة زيادة الهتمام أو درجة بالدرجات الوعي وليس الوعي الكامل أو المعرفة الكاملة ومن ثم المفترض القائمين على الدستور وكل يوم في الجرائد وكل يوم في الجامعات التأسسية يخرج علينا أحد الأهضاء وهو معطرد وبشدة ويؤكد على فيه مشاكل كثيرة جدا من المشايخ على وجه التحديد والطيار السلفي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالأعتراض على بعض الطيارات أيضا أنا أعوذ حضراتكم والسادة المشاهدين ينظر على المواد التي تمت سيغطها بالفعل وتم وضعها على الموقع الخاص بالجامعات التأسسية هناك بعض المواد للأسف الشديد فيها جزء متعارض فيها أشياء أيضا مش مفهوم متناقضة طبعا فيها كلام مش مفهوم يعني ما يجي الجزء الخاص باللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات هنفاجأ بأن اللجنة البرلمانية القائمة والتي أشرفت على الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي ذاتها لمدة عشر سنين هتشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة وبالتالي هنكون أمام انتخابين يعني ما عندنا احنا مشكلتنا في مصر هي الأساس احنا دايما نسيب الجوهر ونمسك في الأطراف بمعنى حضرتك احنا في لحظة ثورية وفي لحظة الشعب المصر المتقبل فيها لأي تغيير إيجابي وإمتى نستغل هذه اللحظة بحيث أن احنا نكون دولة مخترمة مؤسسات مخترمة يكون فيها الثقة لمؤسسات الدولة ولكن وليس لمشايخ القضاء أو لطيار معين بمعنى أننا لما أرجع تاني وأقول أن القضاء هو الذي سيشرف على الانتخابات أنا شخصيا كمواطن عادي أتسائل القضاء المتلتلة في المحاكم دي مين يعني لما القضاء وشيوخ القضاء هم اللي هشرفوا على الانتخابات تاني طب يرجع أقولك أصل القضاء مصدر ثقة للشعب المصري يعني أنا عاوز أقول لحضرتك الجهة الإدارية التي كانت تقوم بتزوير الانتخابات انتهت ونفضت هل حضرتك عندك نية لتزوير الانتخابات حتى يوجد القضاء هذا سؤال السؤال التاني نحن نتحدث كثيرا عن فكرة مؤسسات الدولة المصرية ولكن للأسف الشديد تصرفاتنا بتؤدي لتهالك المؤسسات وتؤدي إلى وقد ووقد المؤسسات وفكرة المؤسسية الحاجة الأهم وده الأخطر أنا آسف أرجعكم نقطة بسيطة جدا فكرة فضل الأتصام بهذا الشكل يعني وترسانة القوانين اللي هم عاوزين يحصنوا بها وزارة الداخلية مرة أخرى يعني ده برضو كلام فكرة الفاشية بقى مرة أخرى لكن هنا الفاشية مبررة وبعض الأوقات لها طابع ديني محللة دلوقتي لا تهاش مشاكل نفس الطريقة اللي تمت فيها التعامل مع الفيلم بداية التظاهرات وبداية الأعتراضات من جماعات الإسلام السياسي تفاقم الوضع بزر واحد وبأمر واحد اختفت الجماعات الإسلامية يخش مع الطرف الثاني دخلنا بقى في الطرف الثالث وهل هي ممولة ولا مش ممولة لا ده من الممولة حل في الأول ولا ده شفيق لا ده سين أو صاد دخلنا في الاتهامات التي لا تجدي عمليات الإسخاط دي اللي قعدتنا سنتين ما بنعملش أي حاجة لأننا بنخسر أبنائنا بنخسر مواردنا بنخسر اقتصادنا بنخسر أمننا بنخسر كل حاجة وفي الآخر مش قدريني نواجه بالطبع خاصة أن المشكلة هنا أكبر لأن أنا شايفه أنا آسف برضا أقولي الكلام ده أن التظاهر أصبح مهنة في مصر يعني في جزء من التظاهر بعد فترة لما بتستهلك حاجة معينة بيوما مرهاش معنا تفقد معناها طبعا يفتح معاك لملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي ومطالبهم أو الشروط اللي حطنها إنهم هيرفعوا الدعم عن المنتجات البترولية رأي حضرتك أي أو إيه الممكن يتراتب على الشروط دي لو إحنا وفقنا عليه في الحقيقة القرد من حيث المضمون والأهداف ربما يبدو ضروري للدولة المصرية ولكن من حيث الشروط هي نفس الشروط اللي كانت موجودة أيام الرئيس مبارك يعني إيه الاختلاف الحاجة التانية الكلام الكبير عن العدالة الاجتماعية لما رفع الدعم وأسعار الطاقة من غير رافع إحنا عندنا كل يوم أزمة بنزيم وأزمة صورر وما إلى ذلك الحاجة التانية حضرتك لو أنا آسف يعني لو خدنا هاته المكروباص على سبيل المثال حيرفع السعر مرتين يعني لو للأسف الشديد ده هيرجع على مين على المواطن البسيط يعني وعلى المدرس وعلى العامل والحاجة الجميلة أنا آسف برضو أقول لحضراتكم فيها الكلام اللي تقال في فكرة الفلاح مثلا على سبيل المثال أنا لما أرفع الدعم أنا الأسعار كلاتها هترتفع على الفلاح وفي طبقة مهمة جدا لا يتحدث عنها أحد في مصر هي الطبقة من لا يملك الفلاح ربما يكون عنده بعض بضع الأفدنة ربما يقترض على أساس أنه عنده ما يستطيع من البقابل نوع سيد لكن اللي ما عندهش حاجة أصلا ودي طبقة موجودة في مصر بالطبقة عدد كبير جدا ملايين الحاجة من الفلاحين بالمناسبة اللي هما بيسموهم أجورية يعني بيشتغل بأجوريته بيومه ما عندهش أي حاجة لصحته طب ده لو تعب لو هكذا ما فيش أي تأمين صح ما فيش أي تأمين صح ما فيش خدمات ربما يشتغل يوم ويومين لأ وهكذا أيضا الطبقة الشهيرة وأنا أعتقد دكتور محمد مرسي بيشوفها لأنها موجودة في التجمع الخامس أيضا وهو ساكن قريب من حاجة اسمها صنية العمال لو حضركم تشوفوا دي حاجة شهيرة جدا في التجمع الخامس نحتاج أي حد رؤية صنية العمال تاخد العمال دول عدد رهيب جدا وده متكررة طب دول نعالجهم وإزاي الحاجة التانية الفرق بيننا وبين أوروبا مثلا في الحاجات دين أو في أمريكا هو مسألة التأمين الصحي يعني حضراتكم الحملة دلوقت بين أوباما الإسلام السياسي أو الصين هي فاكرة الوظائف الضرائب التأمين الصحي يعني بشكل واضح وصريح سياسات داخلية لأنه في النهاية أنا لو ما عندش مجتمع قادر على الإنتاج أنا أعتقد أنه ما شكون لنا إحنا عندنا هنا بينش وراء الشعارات اللي ما بتوصلش الحاجة أو الشعارات الكاذبة شوفي يا أستاذ إحنا للأسف الشديد بنقول ما لا نفعله من النهاية دي مشكلة وعندنا فجمة وعندنا فجمة ما بين القول والفعل دي نحية الحاجة التانية كل واحد مننا متخيل أن السياسات اللي بيتتبخها هي الأجدى وهي الأهم وهي الأصح بدون دراسة وقعية أيضا بنتعامل مع المناصب السياسية أو غيرها بأنها كعكة المفترض أنها تتقسم على المجموعة لكن فكرة الكفاءة اللي احنا كنا بالنادي بيها وفكرة المساواة وفكرة القانون أنا أعتقد ما زالت مفتقدة في مصر ما بعد الثورة ومن ثم نحن بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات الواضحة التي تنحاز بالفعل إلى الطبقة الفقيرة وهتأ كل التحليلات بتقول الثورة القادمة هي صور الجيع يعني كل الناس وفكرة وأعتقد أن الطبقة الفقيرة والطبقة اللي حالتك تتكلم عنها الطبقة اللي كلنا بنتكلم عنها واللي يمكن كتير مننا منها على الفكرة يعني أنه هم الطبقة دي اللي نجحت حزب الحرية والعدالة هم الطبقة دي اللي قدوا أصواتهم لدكتور محمد مرسي آميلين في أن طلباتهم وأحلامهم تتحقق هم الطلبة دي هم الناس دي اللي كنا بنقول لأنه أحسن حاجة في الأحزاب الإسلامية السياسية أنها بتنزل الشارع وبتشتغل لحساب الناس دي وبتشوف طلباتهم إيه هم راحوا فين بقى لأنه كان راحوا فين في الأول أن الحكومة فوادي والناس أنا أوجل في تنظركم أن الجامعات الدينية على وجه التحديد هي التي ساعدت نظام مبارك أن يستمر لأطول فترة ممكنة لأنها كانت بتقوم بالدور الاجتماعي سواء كانت الجامعيات الخيرية الإسلامية أو المسيحية كانت تلاقي الجامعية فيها مستوصف وبتدي سلع غزائية وما إلى ذلك بعد ما وصلوا للحكم حضرتك انتزع هذا الدور والمواطن ما عادش يلاقي للأسف الشديد من يقوم برعاية حقيقة أستاذ يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية باشتروح لك في حال ما على وجودك معنا شكرا لحضرتك ومشاهدين اللي سنكملي مع بعض في نهارك سعيد هنسلكم مع فاصل صغير ونرجع مرة تانية استنونا